عايزين نروح طبعا للدكتور أحمد بيومي طبعا نجمنا علشان نعرف منه أخبار الأرقام حتى بالنسبة لمنتخبنا كانت عاملة ازاي في أمم أفريقيا تحليل الفن شوية وكمان أكيد هنتكلم على ندينة العظيم النادي الأهلي من خلال بعض الأرقام والفيديوهات من نجمنا الدكتور أحمد بيومي اللي بنرحب به معنا النهاردة في المحترف أبو أحمد مساء الخير عليك منورنا ومشرف مساء الخير عليك كابتن يعني بتشرف طيما متواجد مع حضرتك طبعا وسادة ضيوف كابتن عادل وكابتن عمر نتكلم على الأهلي نتكلم على البطولة الأفريقية محدة لنا النهاردة بالنسبة للمنتخب والنادي لها نتكلم على مين لأول نتكلم على المنتخب طبعا هو الحديث الرأي العام دلوقتي المنتخب مصر طبعا النتائج طبعا بلا شك كان يمكن أداء ونتائج ما كانتش طبعا أو مخيبة لأمال طبعا الجمهير المصرية يمكن كان فيه أنا من وجهة نظري كنا متوقعين حاجة زي كده أنا كنت أسألك السؤال ده كان سابط المحاطق إيه في قبل البطولة يعني مع قبل البطولة كده بيومين أو بعق يعني قبل المباراة موزنبيكو الأولى كان عندك إحنا راحين فيه إيه النقطة اللي ممكن نوصلها خلينا كبطولة كان صعب قوي كان يمكن هي بطولة مصغرة مش هكارن ولكن هي شبه كاس العالم شوية كانش حد متوقع النتائج اللي حصلت في كاس العالم نفس الكلام في البطولة ما كانش حد أو أي محلل قبل البطولة أنت أنت كواحد بتحب منتخب مصر كنت شايف منتخب مصر والله لا أنا شايف منتخب مصر في البطولة دي هيروح للنقطة كذا كان الأمل الأمل إن إحنا يبقى فيه أداء تصاعدي يمتد إن إحنا نوصل للنهائيات أو نوصل إن إحنا مباراة النهائية ولكن كان فيه بوادر زي ما قلت لحضرتك البوادر الأداء ما كانش دايما موقع يعني أنا لو هاجه أبص على ريو فيتوريا رقميا لا هو رقميا يعني زي ما حضرتك تفضلت وقلت هو عنده ناحية إيجابية هو لم يهزم إلا في مباراة وحيدة ده رقميا لكن لما نيجي نبص على مستوى الأداء ما كانش الأداء دايما فيه الإقناع الكامل وتحس إن أنت عندك رهبة النواحي الهجومية كمنتخب قوي إن أنت فعلا لما بتيجي تقابل منتخبات قوية لا هل أنت كنت تكسب دايما كان عندك دايما الشك ده هو ما كانش عنده الأداء المقنع سواء مثلا يمكن المباراة الوحيدة هي مباراة الجزائر أو مباراة بلجيك يمكن كان فيه بعض القوة في المنتخب مصر ويرجع وقلنا فعلا فيه ناحية ثقة شوية مع المنتخب مصر ولكن ما حصلش دوت ما كانش فيه أداء تصاعدي خلال مباراة أو بطولة الأمم الأفريقية وكان فيه طبعا يعني الناحية الرقمية كانت طب تعالنا أنا وإنت نبدأ بالأرقام ده المعدل التحليلي منتخب مصر خلال البطولة الأفريقية يمكن من خلال الأرقام دي احنا ممكن نشوف النواحي السلبية هجوميا ودفاعيا برضو لو جينا بصنا هجوميا طبعا إحنا لعدنا أربع مباريات طبعا كان نتائج الأربع مباراة أربعة عدلات طبعا بخلاف أن احنا خرجنا أو المباراة لم تحسب أو حسمت بضربات الجزاء ولكن هي بتحتسب معنات المباراة بالضبط بالنسبة للفيفا بتحتسب أنها مباراة تعادل الأهداف هنا بقى لو بصنا هجوميا أنت أحرصت السبع أهداف يعني تقريبا بمعدل هدفين في كل مباراة فإذن هجوميا أنت كنت موجود بشكل كويس يعني أنت أحرصت أهداف بنتكلم هدفين في كل مباراة حتى لو بصنا الأهداف المتوقع أنت كان متوقع 6.7 يعني وصلت للمعدل XG بتاعك وصلت له على المستوى الهجومي ووصلت يعني كان متوقع منك تسجل 6 وجزء كده أنت سجلت 7 أهداف خلال الفرص اللي بقدر الإمكان أتيح حتى أنت قدرت أنت تحقق 7 أهداف طيب النقطة بقى المهمة جدا لو بصنا على إحنا دخل فيك 7 أهداف تمام كده النقطة بقى الخطيرة جدا لو بجينا بصنا على XG من الأهداف اللي كانت منه المفترض لأنها تدخل مرماك هنلاقي إنه هدف واحد أو أقل من هدف كمان يعني إذن الفرص اللي كانت من المفترض لأنها تدخل مرماك أقل من فرصة واحدة لكن دخل فيك 7 يعني أنك رقم كبير قوي رقم كبير جدا فيه جاب ما بين XG ما بين الأهداف اللي دخلت مرماك طب ده يتحملوا مين بقى هل هو تمركز في خط الدفاع بالكامل هل خط المنتصف بيشيل معي برضو مع خط الدفاع هي منظومة دفاعية أنا فرقي يعني آه فيه دفاعات أكيد على مستوى التمركز لكن لو ما بتتكلم على 7 أهداف خلال 4 مباريات والXG بتاعك المفروض يبقى تنين يبقى أنت بتتكلم على مستوى التنظيم الدفاعي للفريق ككل بغض النظر عن الأفراد يمكن حضارك لو تتذكر احنا تكلمنا من أكتر من 4 شهور على تمركز زيزو ليه دايما انه بيلعب في مركز 8 أو في قلب الملعب يمكن زيزو في مركز 8 انت بتخسر حاكتين بتخسر الناحية الهجوم بتخسر الناحية الدفاعية النهاردة انت بتتكلم على زيزو من أفضل لعيب موجود في دورة المصر بيعمل عرضيات فانت النهاردة مش بتخسره انه بيلعب العرضيات حتى على مستوى الدفاعي انت النهاردة زيزو من المفترض لو بيلعب مركز 8 بينزل يدافع معايا مع الباكرايت أو الباكليفت فبرضو الدفاعيا ما كانش موجود فكل ده بيأثر فيه يعني أو لغبطة في عملية التمركز داخل الملعب طبعا زيزو من اللعبة المميزة جدا فانت خسرته على المستوى الدفاعي وعلى المستوى الليجومي يعني تسببت في رؤيتك والبوزيشن اللعب بي كانت تمانية ما طلعش كل إمكانيات اللي كانت منتظرة بالزبط حتى لو جينا بصينا استكمالا للأرقام معدل الاستوحاز بتاعنا خلال الأربع مهورات كان 55% معدل جيد مش معدل يعني انت في أغلب المهورات انت لم تفقد الاستحواز لو بصنا حتى برضو على معدل التمريرات بنتكلم في معدل 414 تمريرة برضو ده يعطبل لو بنتكلم تحليليا معدل كويس بالنسبة للتمريرات العرضيات هنا بنتكلم في 104 عرضية عمالنا 104 عرضية منهم 42 بس هما الصحيحة يعني بنسبة نجاح 41 في المية طب ده برضو حتة ان انت ما بتنجحش في العرضيات نتيجة التمركز داخل البوكس طالنه هذا معتمد بس على مصطفى محمد مش عامل كسافة عددية داخل البوكس عشان ان انت تقدر يمكن حمد فتح شوية اللي كان بيزيد لكن على مستوى الثلاثة اللي كانوا بيلعبوا ما كانش فيه على اقل اتنين منهم بيخشوا التمنتاشر بيزودوا مع مصطفى محمد او مرموش او 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 ده ما كانش موجود الحقيقة بالضبط خلينا ده يمكن كده سريعا خاص بالمنتخب ممكن بقى نبص على نقطة مضيئة خلال الفترة اللي فاتت في بطولة الامم الافريقية هل فيه نقطة مضيئة بالنسبة للعيبين طبعا هل نتكلم النهارد اول حاجة ممكن نشوف ارقام مصطفى مثلا محمد مع المنتخب او يريد نستعرض ارقام مصطفى محمد هنلاقي ان هو طبعا خلال الاربع مباريات اللي لعبهم احرز اربع اهداف بنتكلم برضو ظهر بشكل كويس كان بيتحرك داخل البوكس بقدر الامكان يبزل مجود حتى كان بينزل من خارج المطاة الجزاء فالنهارد ارقام مصطفى محمد بنتطمن ان فيه عندنا مهاجم لمنتخب مصر يكون ليه مستقبل كبير مع منتخب مصر بحرز اربع اهداف الهداف المتوقعة كان ثلاثة انه هو فاكل اكسي جي بتاعه بنتكلم عن المحاولات على المرمى وهو يعتبر من اكثر اللاعبين في منتخب مصر العمل محاولات عمل 14 محاولة على المرمى منهم 7 اون تارجت فبنتكلم على ارقام مميزة بالنسبة لمصطفى محمد من افضل العيبة الحقيقة على مستوى البطولة على مستوى كمان خاصة في المنتخب المصر الحقيقة مصطفى محمد من بداية البطولة لنهايتها كان بيطلع كل اللي عنده كان بيعمل كمان حاجات يعني الحقيقة بيرجع يدافع ويهاجم وبيحاول بشكل كبير جدا بالزبط خلينا برضو نشوف النقطة تانية مضيئة طبعا من المراوانة عطية ويمكن اثبت طبعا جدرته طبعا مع منتخب مصر يمكن مقارنة بأداء محمد النيني يمكن ما كانش موفق مع منتخب مصر هنلاقي طبعا ان مراوانة عطية في خلال التلت مشاركات كانت التمريلات الصحيح عليه 93% طبعا نسبة كبيرة جدا بالنسبة لواحد رقم 6 بالزبط يعتبر من افضل مركز 6 دلوقتي موجود في مصر مراوانة عطية وبيثبت تواجده مع المنتخب استخلاص الكرة 19 مرة منهم 14 مرة داخل منتصف ملعب الخصم ده كمان رقم مميز جدا جدا لانك بتطع الكرة في النصف نلعب الخصم وبالتالي بتمنع اجزاء كتيرة جدا على خط الدفاع بتاعك بالزبط ده يمكن تاني نقطة مضيئة اخر نقطة مضيئة ممكن نبصرها بالنسبة لللاعبين بنتكلم نهض على ارقام امام عشور برضو ظهر بشكل كبير جدا منتمنره طبعا كل الشفة طبعا طبعا اللعب خلال التلات مشاركات بنتكلم على استخلاص الكرة 45 مرة منهم 14 مرة في منتصف ملعب الخصم برضو بنتكلم على يمكن التمريرات بس هو يعني وده طبعا نتيجة لأداء مصطفى امام عشور امام عشور ما بيركز دايما على التمريرات وبيعتمد دايما على الاختراكات وبيعتمد دايما ان هو يلعب تمريرات بيانية فبنتكلم برضو على اداء اكثر من رائع بالنسبة لامام عشور دايما كده سريعا خاص بالنحية الرقمية لمنتخب مصر واحنا كده خلاص احنا معترفين ان في اخطاء او في اخفاق حصل لمنتخب مصر فعايزين ندخل في المرحلة اللي بعديها ما يحصلش تاني تكرار فلازم يكون عندنا استراتيجية واضحة لازم يكون عندنا تطوير فعلا حقيقي ولو كلمنا على تطوير يبقى لازم يبدأ من قطاع النشئين ما يبصش بس لمنتخب مصر عشان النهاردة بعد خمس سنين او بعد عشر سنين قطاع النشئين ده هو اللي هيبتدي يدخل معايا في منتخب مصر وبادام لو عايزة اتكلم فعلا على تطوير قطاع النشئين يبقى اول اعمود او اهم الاعمدة اللي موجودة في قطاع النشئين هو المدرب لازم النهاردة يكون عندي قدي مهلة سنة او سنتين خلال السنتين الجايين جميع المدربين اللي موجودين في قطاع النشئين لازم يكون عندهم الرخصة او يكون عندهم الليسنز تكون معتمدا من الاتحاد المصر للكرطة القدم او الاتحاد الدولي لفيفا جميعهم لازم يكونوا معدين الليسنز دي عشان يبقى عنده القدرة او الكفاءة انه يدرب النشئ مش مجرد ان احنا نعتمد ان هو كان قبل كده لعب سابق او عنده خبرات او ممارس لكرطة القدم طبعا لو تغضينا انه يمكن ان تربية الرضاية طبعا زين الدين زيدان يا دكتور احمد لما كان لما كان عايز يمسك الفريق الاول ريال مدريد قالوا له لا لازم تخلص اللايسنز بتاعتك البرو ليسنز الاول واشتغل مع مع الشباب يعني مع فريق الشباب بتاع ريال مدريد اشتغل سنة لغاية ما خلص اللايسنز بتاعتك تكلم على زين الدين زيدان فدي منظومة الحقيقة لازم تبقى مهمة جدا جدا لان انت لو بتتكلم على عايزين نطور اللعبة فمين اللي هيتطور اللعبين هم المدربين وبالتالي المدربين الحقيقة التالنت موجود يعني الموهبة موجودة لكن موهبة بدون علم اعتقد هتبقى عندنا مشكلة فيها تبقى عندنا مشكلة فيها بالزبط ده يمكن اول نقطة لو عايزين نطور طب تاني نقطة لازم يكون عندي قسم كامل خاص بحطة التحليل للأداء انا يمكن هوري حضرت جدا صورة خاصة بمانشستر يونيتد ياريتنا استعرضها بنتكلم النهاردة خلال مباراة وحيدة بنتكلم عدة حضرتك معايا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبع تمن محللين أداء في المباراة واحدة كل واحد منهم بيبقى خاص بجزء معين ناحية هجومية ناحية دفاعية خاص بحارس المرمى بنتكلم على واحد مثلا خاص بالسكاوتنج واحد بيدرس المنافس فبالنسبة لمنتخب مصر ده على مستوى نادي كمان ده نادي واحد فانا بتكلم حتى لو نكلم على منتخب مصر يبقى لازم يكون عندي قسم كامل مش مجرد واحد او اتنين بس محللين لازم يكون عندي قسم كامل خاص بالتحليل حتى هيساعدني في عملية الاختيار نهاردة لما يجي المدرب يكون محتاج او عنده صغرف في احد المراكز ده هيساعدني القسم ده هتدير أوردر انت بتكلم مليون في المية صح ويمكن دكتور يعني احمد جاب جزئية مهمة جدا وانا كان يعني انا اشتغلت في اتحاد القرى الحقيقة سنوات طويلة وخلال حتى تدريبي المنتخب الاولمبي يعني عرضت الكلام ده لازم يكون فيه فيه ناس محللين موجودين في اتحاد القرى بيحللوا للمدربين بتوع المنتخبات اذا كان منتخب شباب او ناشئين او اولمبي لازم يحللوا المنافسين اذا كان عندهم عندهم داتا معينة لان الحقيقة كل واحد بيشتغل لوحده يعني المدير الفني هللعب فلان بيبدأ يشتغل لوحده ويطلع الداتا بتاعته مفيش دي بارتمنت مفيش ادارة مسؤولة عن تحليل الاداء بالنسبة للمنتخبنا سواء ناشئين او شباب او اولمبي انك تطلع داتا وتعرف مستويات اللعيبة بتاعتنا وكمان على مستوى المنافس المدير الفني بيتقدم له ريبورت فني كامل للمنافس اللي هيلعبه اذا كان وانا بتكلم على القطاعات صغيرة يعني قطاع الناشئين او منتخبات الناشئين والشباب منتخب الالمبي ممكن الكلام ده حتى يعني بديه انه يكون موجود ودي من الحقيقة الدفوهات المهمة جدا جدا في ان احنا ندخل العلم يعني العلم لازم يخش جوه الجبالاية الحقيقة يعني الجبالاية لازم تدخل العلم وتدخل الناس اللي بتشتغل بعلم بشكل كبير جدا لان الحقيقة هي دي قرط القدم الحقيقة بالضبط يمكن اخيرا لازم يكون عندنا استراتيجية معلنة وبنحط تحت كلمة معلنة دي اكتر من خط تكون معلنة للجماهير احنا خلال الفترة اللي جاي هنعمل واحد اتنين تلاتة والاستراتيجية دي بيكون لها اهدف مرحلية خلال المرحلة الجاي وليها هدف نهائي بحيث اننا خلال الاستراتيجية حتى لما تبقى معلنة اي اداري او اي كادر اداري موجود في تحد الكرة مثلا مش بكرة اللي بعد يجي يكمل مش هيبدأ من الصفر تاني تيجي ان عندي استراتيجية قريدي كانت معلنة موسيقى